فوق هذه الثلوج وهذا الوحل تظل تلك الخيام البهترئة قصصاً للاجئين ونازحين شردتهم الحرب وجمعهم البؤس وقسوة من يديرون الآلة العسكرية التي أغدقت عليهم من حمامها قبل أن تشح عليهم بالمساعدات ووسائل التدفئة في هذا البرد القارس أزمة ويصال المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين على شحتها صارت أعقد من حل أزمة الحرب العالمية قبل نشوبها فالداعمون قبضوا أيديهم والنظام وحلفائهم للروس والإيرانيين يتبادلون الأدوار من أجل منع وصول المساعدات فالأول يفرض شروطاً تعجزية والآخر يطلق ميليشياته لسرقة ما نجا من شروط الأول ليبقى اللاجئ تحت بطرقة الشروط وسندان نهب المساعدات قرار جديد يضاف إلى القرارات كلها التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص إدخال المساعدات لكن الجديد هذه المرة هو موافقة أعضاء المجلس كلهم عليه القرار الجديد يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى 15 مليون سوري عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا لستة أشهر وعلى حين رحبت واشنطن بالقرار الذي يسمح بإدخال المساعدات من دون إذن من النظام السوري وهو ما علقت عليه موسكو بأن موافقتها لا تعي تغيير موقفها من تفاصيل القرار عصص اللاجئين في الخيام لا تحمل فحسب حكايات عن ليل باتوا فيها من غير طعام في شتاء ينحت في أجسامهم فيأخذ منها كما أخذ النظام وحلفائه قطعا من قلوبهم فهذا فقد ابنا وهذه قتلت لها بنت فالأرقام التي أوردتها الشبكة السورية للحقوق الإنسان في تقريرها الأخير عن ضحايا الصراع الدائر في سوريا عن العام المنتهي بلغ ألفا وسبعة وخمسين قتيل بينهم مئتان وواحد وخمسون طفلا وأربع وتسعون امرأة على حين فقد أصحاب الخيام مئة وثلاثة وثلاثين من أقربائهم تحت التعذيب في سجون النظام والميليشيات الموالية له ليبقى السوري الذي خرج يطالب بالعدالة والحرية في ثورة فجرها طفل على عهدهم على رغم من الجوع والبرد وفقد الأحباب